موسيقى نشط السادسة عبر شاشة ليبيا لكود الأحرار والبداية بالعنوين رئيس الغرفة الأمنية سيرت يؤكد انسحاب القوات التابعة للكتيبة 166 من قاعدة الجردبية ومقر شركة النهر الصناعي ومسؤول الصحة بالمدينة يحذر من كارثة طبية أربعة قتلى في حوادث متفرقة بسبها جراء ترد الوضع الأمني ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة تدين أعمال القتل والسطو المسلح والنهب موسيقى مجلس أعيال ليبيا للمصالحة يطالب الجهاد التشريعية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب بإصدار عفوين عام كمنهج لطريق المصالحة موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة أكد رئيس الغرفة الأمنية بمدينة سيرت إسماعيل عبد العالي انسحاب القوات التابعة للكتيبة 166 من قاعدة الجردبية الواقعة في منطقة بهادي وجهاز النهر الصناعي وأضاف عبد العالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الانسحاب تلاه دخول لعدد من السيارات التابعة لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية حيث قامت بعملية تصوير لآلياتها داخل الموقعين ثم انسحبت منهما وأشار عبد العالي إلى أن الكتيبة 166 التي كلفتها رئاسة الأركان العامة لازالت تتمركز على بعد 30 كم غرب مدينة سيرت حذر قطاع الصحة من وقوع كارثة طبية جراء نقص الأدوية والتطعيمات والإمداد الطبي للمرافق الصحية بمدينة سيرت وضواحها وقال مسؤول بالقطاع لقناة ليبيا لكل الأحرار إنه لم يتم إرسال إمدادات طبية للمدينة لا من قبل وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ ولا من قبل جهاز الإمداد الطبي باستثناء الحصص المقررة حسب الخارطة الموضوعة لديها في حالة وجود فائد متوفر من المواد الطبية وأشار المسؤول إلى أن المرافق الصحية تعاني من نقص كبير في التحصينات خاصة الخاصة بالأطفال من أعمار أربعة أشهر ونقص الأدوية الخاصة بمرض السكر وتأخر رواتب العاملين بقطاع الصحة بالمدينة للشهر الثالث على التوالي أكد مساعد التحري والقبض بمركز القرضة بمدينة سبها يحيى شوائل تسجيل أربع حالات قتل بالمدينة مساء أمس في حوادث متفرقة بسبب ما تشهده المدينة من ترد للوضع الأمني حسب قوله وأضاف شوائل أن من بين القتلى شابا تعرض لرماية عشوائية فيما قتل آخر في منطقة المهدية لأسباب مجهولة وأوضح مساعد التحري والقبض أن ما تشهده المدينة من خرقات أمنية يعود لبعض المشاكل القبلية والسطو المسلح وعدم تفعيل النيابات العامة والسرطة القضائية استنكرت مؤسسات المجتمع المدني بمدينة سبها في بيان لها أعمال القتل والسطو المسلح والنهب التي تشهدها المدينة واستمرار إغلاق مؤسسات الدولة كفرع مصر في ليبيا المركزي والنيابة العامة وأكد البيان أن التصاعد هذه الأفعال راجع لفشل أجهزة الدولة الأمنية وسلبية المواطن داخل المدينة مطالبين الأجهزة الأمنية بالعمل على توفير الأمن للمواطن وملاحقة الجنات نطالب القوة الثالثة المكلفة من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بتأمين وحماية الجنوب بتوفير الأمن للمواطن داخل مدينة سبها وحماية مؤسسات الدولة الحيوية سادسا نجدد المطالبة وعاجلا بتشكيل لجنة أمنية عليا تتكون من كافة الأجهزة الأمنية ببلدية سبها أكد الناتق باسم مديرية الأمن بالكفرة محمد خليل اختطف خمسة شبان من قبل مسلحين مجهولين عند طريق الكفرة جالو وقال خليل لقناة ليبيا لكل الأحرار إن الخاطفين أطلقوا النار على حافلتين كانتا في طريقهما إلى الكفرة ثم اختطفوا خمسة شبان وتركوا العائلات على قارعة الطريق وضف خليل أن الجهة الأمنية بمدينة الكفرة لم تتمكن حتى الآن من معرفة الوجهة التي اختارها الخاطفون مشيرا إلى إصدارهم تعميما لكل من مديريات الوحاة والجنوب وجدابيا للمساعدة في البحث والتحري عن مصير المخطفين طالب مجلس أعيال ليبيا للمصالحة في بيان الله الجهات التشريعية المتمثلة في كل من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب بإصدار العفو العام كمنهج لطريق المصالحة مع مراعاة الحقوق الخاصة وأشار المجلس إلى أن حوار الفنادق والخنادق لن يبني وطنا حسب وصفه وأن التنازل والعمل على وحدة الصف هو الحل مشددا على أن ملتقى جادو هو الخطوة الأولى لإطلاق حوار الليبي الليبي يراعي إشراك الجميع ويكون ملتقا تعلو فيه روح الأخوة والمواطنة والتوجه للمستقبل بعيدا عن استحضار الماضي وأكد مجلس الأعيال في بيانه وحدة الأراضي الليبية والمحافظة على تماسك النسيج الاجتماعي الليبي نشرت الهيئة التحضيرية للحوار الوطني الليبي ومركز البحوث والاستشارات في جامعة بنغازي نتائج استطلاع لأراء الليبيين حول الحوار الوطني وقال القاضي والمتعاون مع مركز البحوث والاستشارات مروان التشادي لقناة ليبيا لكود الأحرار إن الاستطلاع بيان أن الليبيين يدعمون الحوار الوطني ويشددون على ضرورة مناقشة مسألتي الأمن والمصالحة الوطنية وأضف أن أكثر ما يشغل الليبيين هو انتشار السلاح وما سببه من انفلات أمني وهم مستؤون بشكل خاص من أداء الأحزاب السياسية والسلطة التنفيذية يشار إلى أن الاستطلاع أجري في شهر مايو من العام الماضي على عينة عشوائية تتكون من 1235 شخصا وكان هامش الخطأ 2.8% انطلق اجتماع عمداء وممثلي البلديات من المدن والبلدات الليبية اليوم في العاصمة تونس حسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأوضحت البعثة أنه سيتم إطلاع المشاركين على تطورات في الحوار السياسي الليبي وسيناقش المشاركون ما جاء في الاجتماعات السابقة وآخر المستجدات بشأن تدابير بناء الثقة بالنسبة للبلديات مثل دعم الإنساني فضلا عن قضية المحتجزين والمفقودين والمهجرين وأضافت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا أن الاجتماع سيتواصل إلى يوم غد السابق في إطار الحوار السياسي لوضع حد للأزمة في البلاد قال البحث في الشؤون السياسية والاقتصادية محمود إسماعيل لقناة ليبيا لكل الأحرار أن حل مشاكل ليبيا يجب أن يكون داخل الوطن لأن الحل لا يأتي من الخارج عبر استجداء الأجنبي على حد تعبيره ليبيا أن يجب أن تعل إشكالياتها ومشاكلها بداية ونهايتها من داخل الأرض المنية لا يمكن أن يأتي الحل من الخارج مهما كان وكيف كان لدينا إشكال ربما مهجرون ولكن أن يقال أيضا حتى عمداء البلديات يكونون جزءا من التهجير حقيقة لشيء يذهب إلى عملية البحث عن استجداء الأجنبي في أن يكون هو معوى البناء ولكن أعتقد أنه هو معوى الهدد أكد مصدر بمجلس شورى الثوار بنغازي أن قوات شورى الثوار تمكنت من التقدم في محور طريق المطار بمنطقة بوعطني من جهة مصنعي المشروبات والألبان ومنطقة أرض بعيرة وأضاف المصدر أن دبابة تبيعة لقوات حفتر في محور جاريونس قصفت بشكل عشوائي صباح اليوم عدة مواقع دون أن تخلف خسائر بالإضافة إلى وقوع اشتباكات متقطعة بالأسلحة المتوسطة وقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل قوات حفتر في منطقتين ليثي والصابري استضاف مركز بنغازي الطبي يوم أمس فعالية المعرض الأول للجمعية الليبية للتمريض بمناسبة اليوم العالمي للتمريض وأفادت رئيسة الجمعية الليبية للتمريض بشرة تجوري بأن هذا اليوم العالمي تزامن مع مرور أربع سنوات على تأسيس الجمعية مضيفة أن المعرض اجتمل على أنشطة علمية وتوعوية متنوعة وأشارت التجوري إلى أن الجمعية الليبية للتمريض تضم عددا من عناصر التمريض الذين يعتبرون من أفضل العناصر المميزة وأن الجمعية تتقوم بزيارات ميدانية موسعة قبل شهر رمضان المبارك إلى عدة أماكن يوجد بها النازحون لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة لهم كقياس الضغط والسكر وغيرها بإضافة إلى توفير الاحتياجات من الأدوية وغيرها من المستلزمات الضرورية أكد مصدر أمني مقتل شخصي من قوات عملية الكرامة وإصابة سبعة آخرين في هجوم شنه مسلحون تبعون لتنظيم الدولة الإسلامية على تمركز أمني بالقرب من منطقة راس الهلال وأشار المصدر إلى أن عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة قامت بصلب أحد قتل المواجهات بعد قطع رأسه في ميدان الصحابة بمدينة درنة فجر اليوم نفت رئاسة المؤتمر الوطني العام وجود تنسيق مع المجلس البلدي مصراتة أو غيره من المجالس في زيارة المجلس للجزائر أو غيرها من البلدان وأوضحت رئاسة المؤتمر عبر موقعها الرسمي أن وزارة الحكم المحلي بحكومة الإنقاذ الوطني هي ذات اختصاص أصيل في موضوع الإذن من عدمه من جهتها أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام المحلي بالبلدية بتواصل المجلس البلدي مصراتة مع النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام فور ورود الدعوة من وزارة الخارجية الجزائرية وأكدت إدارة العلاقات للمجلس البلدي مصراتة تواصل عميد بلدية مصراتة مع وزير الحكم المحلي في حكومة الإنقاذ الذي أبدى موافقته واستعداده لدعمها أكد المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردين اليون أن مسودة جديدة ستسلم إلى أطراف الحوار في الأسبوع الأول من الشهر القادم وقال اليون في مؤتمر صحفي الخميس في بروكسل أن هذه المسودة ستمثل حصيلة الجولات الماضية من الحوار وستأخذ بعين الاعتبار مخاوف الأطراف مشيرا إلى ضرورة إقناع الأطراف بأنه لا يمكن الحصول على مسودة تتضمن 100% من مطالبهم بل مطالبهم وأكد اليون أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا فهمت أطراف الحوار أن عليها التنازل في قضايا جوهرية وأن تتحلى بالمورونة ورأى أنه قد يجري التوصل لحكومة وحدة وطنية خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع إذا نجحت جهود الحوار وشدد اليون على أهمية أوروبا بالنسبة للأزمة الليبية لكونها تمثل عبر التاريخ شريكا تجاريا واقتصاديا وسياسيا مهما لليبيا وقال اليون إن دول الجوار تقوم بأدوار مهمة إلى أن أوروبا يمكنها أن تكون شريكا سياسيا مهما وهذا الأمر واضح للأمم المتحدة حسب قوله وحول الهجرة غير النظامية يعتبر اليون أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن يتشاورون بهذا الشأن وأن أي عمليات في المياه الليبية يجب العمل على أن تكون بالتعاون مع الليبيين قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل خلال لقاء نظيره تونسي لحبيب الصيد ببروكسل أن هناك تقاربا بين البلدين في دعم الحل السياسي في ليبيا ونقل موقع الحكومة التونسية عن رئيس الوزراء البلجيكي قوله أن بلجيكا وتونس تعارضان كل تدخل عسكري في ليبيا وتدعوان بل تدعوان إلى تغليب لغة الحوار بين جميع أطراف النزاح من جانبه قال رئيس الوزراء التونسي في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل أن الأزمة في ليبيا كانت لها تداعيات مباشرة على الوضع الأمني في تونس داعيا إلى إيجاد تسوية سياسية بين الأطراف المتنازعة طلب وزير الخارجية في حكومة الأزمة محمد الدائري دول منظمة التعاون الإسلامي بتزويد القوات التابعة للحكومة بالسلاح لمحاربة الإرهاب والعمل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2214 وقال الدائري خلال دورة الثانية والأربعين لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالكويت إن ليبيا تدعم البيانة الصادرة عن المتمر الإسلامي العالمي الذي يؤكد ضرورة تشكيل منظومة إسلامية جماعية تتصدى لتشويه الإرهاب لصورة الإسلام وأضاف الدائري أنه يجب وضع استراتيجية شاملة لمكفحة الإرهاب تشمل الجانب التربوية والإعلامية والاقتصادي والأمني أكدت القبائل الليبية المجتمعة في القاهرة في بيانها الختامي أمس دعم مجلس النواب طبرق والحكومة المبثقة عنه والقوات التابعة لها مطالبة الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بالضغط على مجلس الأمن لرفع حضر التسليح وأعلنت القبائل عن إنشاء مجلس للقبائل الليبية يتم تسميته داخل ليبيا ويستمد شرعيته من مجلس النواب ويلتزم بشؤون النازحين والمهاجرين ودعم العلاقات مع دول الجوار والدول العربية ومعالجة أوضاع المهاجرين والنازحين والمعتقلين وشددت القبائل على ضرورة تبرؤ من التضرف ودعوة القبائل لتحديد موقفها من الإرهاب ومحاربة كل من ينتمي له ويدعمه السادسة متواصلة وفيها بعض الفاصل اكتشاف مكونات ناثرية وثقافية بسرديب قلعة السرايا الحمرة في ترابلس يعود تاريخها إلى ما بين الفترة الإسبانية وفرسان القديس يحنى رئيس الغرفة الأمنية سيرت يؤكد انسحاب القوات التابعة للكتيبة 166 من قاعدة الجردبية ومقر شركة النهر الصناعي ومسؤول صاحب المدينة يحذر من كارثة طبية أربعة قتلى في حوادث متفرقة بسبها جراء ترد الوضع الأمني ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة تدين أعمال القتل والسطو المسلح والنهب مجلس أعيالي بياد المصالحة يطالب الجهات التشريعية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب ليصدار عفو عام كمنهج لطريق المصالحة أهلا بكم من جديد أعلنت قوة الردع وتدخل المشتركة بمحور بوسليم الكبرى عن مدهمة وكر لتجارة الخمور والمخدرات في منطقة الهضب القاسي وقالت قوة الردع وتدخل المشتركة عبر صفحتها على الفيسبوك إنها تلقت بلاغا يفيد بوجود كميات من الخمر لغرض المتجرة عند أحد الأشخاص وعند وصولها للموقع حصل اشتباك بالأسلحة الخفيفة مع التاجر الملقب بجنيفة الذي تمكن من الفرار وأشارت قوة الردع وتدخل المشتركة إلى عثورها على بئر لتصنيع الخمر بصعة سبعة ألاف لتر وأكثر من خمسة ألاف لتر خمر جاهز للبيع وقرابة كيلو جرام من مخدر الحشيش ناشد جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة بحكومة الإنقاذ الوطني الشركات المحلية بإبرام عقود توريد أدوية ومستلزمات عامة فضلا عن معامل طبية هذا ودع رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي خالد بشير اشتاوي في بيان الله مديري شركات الأدوية المحلية وملكيها إلى ضرورة الحضور إلى مقر الإدارة العامة بالجهاز يوم الأحد القادم الموافق الثالث من شهر يونيو لبدء إجراءات توقيع العقود قال المدير العام للبرنامج الليبي للأدماج والتنمية هيئة المحاربين سابقا مصفى الزاقزلي إن تصريحات فرج البرعصي واتهامه لهيئة المحاربين بتدريب مجموعات من الثوار في كوسوفو عارية عن الصحة وأوضح الزاقزلي في بيان الله أن البرنامج الليبي للأدماج والتنمية قام بإرسال عدد من الثوار سنة 2012 و2013 إلى كوسوفو بغرض إعادة تأهيلهم وإدماجهم في مؤسسات الدولة ولم يتلقوا تدريبا عسكرية وأكد الساقزلي أن الحل لاستقرار ليبيا وجمع السلاح يكمن في الحوار وبرامج التأهيل التي تستهدف كافة المسلحين لتوعيتهم ورفع كفاءتهم وأضف المدير العام للبرنامج الليبي للأدماج والتنمية هيئة المحاربين سابقا مصطفى الساقزلي في نشرة سابقة إن أرسل الثوار إلى كوسوفو كان للاطلاع على تجربة هذا البلد في الانتقال الديمقراطي وكان تدريبا مدنيا بخصوص ترك السلاح والانخراط في بناء الدولة لا غير العقيد فرج الفرعسي يتهم الهيئة بأنها كانت ترسل للتدريب العسكري وفي حقيقة الأمر نحن كنا نرسل القادة للاطلاع على تجربة كوسوفو وكان الفكرة كلها في الطلاع على كفيد انتقال من السلاح إلى البناء وكان تدريب مدني وكان كله بخصوص ترك السلاح والمساهمة في بناء الدولة ولم يفن تدريبا عسكريا أبدا كشفت مراقبة أثار ترابلس عن مكونات ثقافية كانت مطموسة لفترات تاريخية يرجع تاريخها إلى ما بين الفترة الإسبانية وفرسان القديس يحنى وفترات بيزنطية متأخرة يأتي هذا الاكتشاف عندما بدأت مصلحة الأثار في أعمال الصيانة والتنظيف لسرد بين كبيرين بقلعة السرايا الحمرة يبلغ طولهما حوالي ثلاثين مترا وعرضها سبعة أمثار ثم تم خلالها كشت طبقات اللياس المتراكمة لفترة طويلة هذا وأضاف رئيس قسم الشؤون الفنية بمراقبة أثار ترابلس رمضان الشباني أن هذا الاكتشاف سيستخدم كنقطة انطلاق لنشر الثقافة المتحفية والثراثية والتاريخية من خلال زيارات المؤسسات التعليمية له أنقذت البحرية البريطانية قرابة ثلاثمائة وسبعين مهاجرا غير نظامي قبلة سواحل الليبية كانوا على متن قارب خشبي صغير وأوضحت البحرية أنه تم إرسال ثمانية قوارب إنزال محملة بسترات النجاة وإمدادات الطوارئ واللوازم الطبية لإنقاذ هؤلاء المهاجرين قائلة إن من بينهم خمسون طفلا على الأقل وقالت شرطة خفر السواحل الإيطالية إنها أنقذت أكثر من سبعمائة مهاجر غير نظامي قبالة سواحل جزيرة سيقلية كانوا على متن ستة قوارب معظيفة أن المهاجرين انطلقوا الخمسة من السواحل الليبية في رحلة نحو أوروبا رأى الباحث في شأن الليبي حسين جيدل أن غياب ملف الهجرة غير النظامية عن اجتماع رئيس الوزراء الجزائري ونظيره الإيطالي سببه عدم وجود سلطة حقيقية في ليبيا يمكن التحدث إليها بالإضافة إلى رفض كل من حكومتي طبرق وطرابلس للحل المستندي على العمليات العسكرية لوقف الهجرة مشيرا إلى أن زيادة الضغط الداخلي في أوروبا لإنهاء هذا الملف عدم اتفاق الأوروبيين على حل معين وأمام الوضعية الإنسانية المزرية ستتكثف الضغوط على أوروبا وخاصة من الرأي العام الداخلي ولا أظن أن العمليات العسكرية ستكون بمثل هذا الزخم الذي يتصور ستكون عمليات مراقبة ومشددة ولكن تبقى هذه العمليات غير منتجة وغير فعالة إذا لم يتم التنسيق مع السلطات الليبية رأى خبير العلاقات العربية الأوروبية محمد رجاء بركات في برنامج خبر وبعد أن الحل العسكري المقترح لظاهرة الهجرة غير النظمية سيعمق من هذه الأزمة وسيمثل انتهاكا ملموسا لحقوق الإنسان لا يوجد حل لمشكلة الهجرة ولمشكلة اللاجئين الذين يحضروا إلى ليبيا إلا بعد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية وإقامة جيش الآن الفوضى موجودة في ليبيا وستستمر مادم لم يتم هناك إيجاد حلول سلمية بين الأطراف الليبية وتقوم الأطراف الليبية بنفسها بمراقبة الحدود من جانبه تساءل المختص في علاقات الهجرة في منطقة المتواصل بجمعة سوسة تونسية أحسن البوبكري عن قدرة المنظومة القضائية الليبية على حماية حقوق المهاجرين غير النظاميين فوق الأراضي الليبية لا يجب أن نغثي حقيقة وهي أن المهاجرين والأجانب في ليبيا عرضة منذ فترة القضاة وبعد القضاة واليوم إلى امتهاكات كبيرة واستغلال وعنف من طرف بعض الأطراف من المجتمع الليبي ومن اليوم بالخصة الليبيشيات المسلحة قبل الختام هذا تذكير بالعنوين رئيس الغرفة الأمنية سيرت يؤكد انسحاب القوات التابعة للكتيبة 166 من قاعدة الجردبية ومقار شركة النار الصناعي ومسؤول الصحة بالمدينة يحذر من كارثة طبية أربعة قتلى في حوادث متفرقة بسبها جراء ترد الوضع الأمني ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة تدين أعمال القتل والسطو المسلح والنهب مجلس أعيال ليبيا المصالحة يطالب الجهات التشريعية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب بأصدار عفو عام كمنهج لطريق المصالحة ختم النشر دومتوم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة